للأسف الشديد نهاردة صحينا على خبر وفاة اللاعب الشاب كمال رضا لاعب نادي النجوم بعد صراع مع مرض السرطان الولد 19 سنة كان احنا كنا اجرينا لقاء مع والده من قبله وكنا تابعنا الحالة يعني هو الحياة الكل تخلى عنه معلش هتش تزعل مني يعني وفي ناس اعلنت واحنا متبرعين واحنا هنعمل وانا بتكلم على اشخاص يعني مش على الوزارة مثلا يعني دكتور اشوف صبح يا رجل جميل يعني وانسان وخير يعني والده الحياة رجل عفيف النفس جدا جدا وجاهد جدا مع ابنه لانه ابنه ضنا يعني والراجل حاول بكل الطرق بالحالة كانت صعبة يعني بس كان مهتاج كلمة مساندة يا رجل تحطه صورة كمال على الشاشة هي الاهم يعني احنا عندنا حتى لقطات لي يعني كان مهتاج يعني هو يعني ده الولد ده هذا اعمار يعني ربنا يرحمه ويغفر له اه ويحسن اليه اه لكن انا كنت يعني الحياة مش ناديت يعني كنت صرخت وكلمت كتير قوي ونشت وطلبت وقلت وتواصلت اه لكن هو يعني مش نجم يعني هو ما كانش نجم يعني الله ارحمه يعني فما كانش لكل عايز ينقط يعني الاعمار بياد الله يعني انا ما لا اعترض ابدا على قضاء الله قدر وربنا ارحمه ويغفر له يعني اه لانه فيه اه حالة لعيب تاني في تكيرنس برضو دلوقتي وبرضو ولد صغير موليدة ظنة الفين وتلاتة كان قال علاز منا العزيز رضا السنباط يعني حنستنى برضو ولا لازم يكون الاسم ويكون النادي يكون وبرضو من الغلابة يعني فربنا يرحمه ويغفر له ويصبر والده الحقيقة ربنا معاه يعني ربنا ما نقدرش يقولنا لله وإن إله رجعون ربنا يعني يا رب يا رب يا رب يرحمه برحمته يعني والذي بقول لكم اسم العبد كيرنس المصاب دلوقتي برضو بالكانسر أو السرطان اسمه سعد محمد فيعني ايه اذا كانت الناس عايزة يعني سعد محمد لعبد كيرنس موليد الفين وتلاتة لعيب صغير وعنده برضو نفس المرض مش عايزين نلف اللفة بقى التانية ونعتمد على بعض الاشخاص ربنا يعني يكرمهم بعضا من الشخصات والناس اللي بتفضل تجعجع وتقول لك وانا بشيل وانا بعمل وبخلي لا عملوش حاجة خالص خالص يعني كله تصرحات وبيخلي الناس تتعلق يعني تمسك بالأمل ده ويطلع في الآخر كله للأسف يعني شو اعلامي لا اكثر ولا اقل ربنا يرحمك كمال وربنا يصبر والده يعني ان شاء الله